اشتركوا في القناة اكثر من مئة مرسوم ومشروع واقتراح بقانون عمد مجلس الشورى الى بحثها ومناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس وذلك عبر نافذة 29 جلسة عادية وجلسة استثنائية واحدة افضت مناقشات السادة الاعضاء فيها الى الموافقة على 12 مرسوما بقانون فيما ناقش المجلس ولجانه 61 مشروع قانون اضافة الى 9 حسابات ختامية انجز سبعة منها فيما لا يزال حسابان ختاميان قيد الدرس لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس اضافة الى 20 مقترحا بقانون لتحظى مشروعات القوانين باعلى نسبة من اجمالي الموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم حيث تمت الموافقة على 13 مشروعا بقانون اخطر مجلس النواب بها لإحالتها الى الحكومة الموقرة وبخصوص الاقتراحات بقوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث فافصحت البيانات عن موافقة المجلس على ما نسبته 40% من اجمالي الاقتراحات بقوانين تمت احالتها الى الحكومة الموقرة بينما لا زالت خمسة اقتراحات قيد المناقشة والبحث لدى اللجان المعنية في المجلس في حين تبقى للمجلس تقرير واحد جاهز للمناقشة حول اقتراح بقانون تم بحثه ومناقشته من قبل اللجنة المعنية في المجلس وأما عدد الاسئلة التي وجهها اصحاب السعادة من اعضاء مجلس الشورى الى اصحاب المعالي والسعادة الوزراء فقد بلغ عددها اربعين سؤالا في المجالات الاقتصادية والمالية والخدمية والصحية والتعليمية والغذائية وغيرها حصيلة وفيرة من الانجازات التشريعية استطاع مجلس الشورى تحقيقها ضمن حدود اعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس ليسارع نحو رفع الستار عما هيتها والكشف عن تفاصيلها البراقة التي تعكس استمرارية الجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس رئيسا واعضاء وموظفين تأدية للدور الوطني المناطبهم والتزاما بتنفيذ التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه دعما للمسيرة الديمقراطية وتحقيقا لامال وطموحات المواطن البحريني